هو على المستوى العملي فكرة انه يتغير معاد كاس الأمم يترحل شوية او تتأخر شوية مش وردة لسببين او تتقدم شوية زي ما انت بتقول مش وردة لان الكاميرون محتاجة وقت زيادة اصلا عشان تجهز بمنشآتها فبالتالي التقديم او التبكير بالمعاد عمليا مش هيخدمها هيربك الاستعدادات بتاعتها لكن ابو ظبي جاهزة ملعبها جاهزة فددقها جاهزة ما عنداش اي مشكلة عدد الفرق المشاركة في كاس العالم للاندية اقلب كتير من عدد متضامن ان الكاميرون في المعاد ده توافق ولا يتقول لك رحالي يومين اسبوع فهو نوع في مشكلة اكبر كمان هو السلطات الكاميرونية لما اصيرت المسألة اعلنوا ان احنا جاهزين في الموعد فقفلوا حتة ان الكاميرون تقبل او تدفع في اتجاه التأجيل قالت لا احنا جاهزين وفي المعاد هيكون لازم جاهزة هل تطرح التأديم ولا ممكن؟ لا ما اطرحش التأديم يعني افرد افرد احنا بالفكر يعني انت لما تكون انت النهار انت رجل منوض بك التفاوض لازم حتقول تروح حلولي يا ابراهيم يعني المهندس الأستاذ احمد مجاهد ها والمهندس هانا بريدة هم عادين لاجم عندهم لاجم يقولوا حاجة ايه الحلول ايه الحلول اللي ترحل اسهل الحلول ان انت بدل ما تبدأ كاس العالم للاندية يوم ثلاثة انت بتقول هلعب من ثلاثة لاثناشر لا بدل ثلاثة يلعب ستة فبدل ما الاهلي هيبدأ ستة يلعب تمانية او تسعة تم وهو واضح من قرارات الاتحاد الدولي ان ده مش هيحصل مش اعتمد الموعيد ونزلها ومستناش حتى الحوار حيصل بك الى ايه هي المسألة برضو تتعلق بافريقيا الحقيقة يعني انت المفروض وانا بقول مجيلك كده بتروح جهيلي كده انت بقى ايه عايز يعني تأكد على البرومون المناكفة يا صدر إبراهيم انا لما أكون في الاتحاد المصري لازم وعايز أساعد بما أملكه من أوراق ضغط زي المهندس هنا بريدة في الاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي لازم يروح عندي حلول انا بفكر في الحلول كل ما قولك حل طب هيا دي الحلول اللي انت شايف انها صعبة وانا شاف انها صعبة لكن هذا لازم يضطرح لازم أضغط في اتجاه اللي مقدرش أجله أجرب أقدمه منين أسأل لي تأخرت كاس العالم للأنديه وانا أعتقد المهندس مصطفة فاهمي بما له من علاقات خارجية في الاتحاد الدولي والمهندس خالد مرتجي من امبارح من أول امبارح شغالين في الاتصال بمسؤول الفيتا هما أقرب في الاتحاد الدولي من المهندس أنا بريدة وانت برضو لما كانش بقى يعني مش عايز أقول بقى برضو جمود في الحاجات شديدة والوضوح طب هو مين اللي وقعنا في المطبة ده مين السبب بجد الكابتن شطة كمدير فني سابق لللجنة الفنية في الاتحاد الأفريقي حاول في قناة صدر بلد يشاور على المسؤول ايه الحل قبل الحل مين اللي السبب في المسكلة حلو جدا السؤال ده الإجابة إيه إجابة الاتحاد الأفريقي ليه ليه مش عنده في لجاء وعنده عنده أعضاء في اللجنة الكعس العامل وعنده رئيس الاتحاد الأفريقي نائب رئيس الاتحاد الدولي مزدون موجودين وعند الكساس هاني بوريدا عضو ملتب التنفيذي في الاتحاد الدولي وعضو الاتحاد الأفريقي النازي لما تحصل حاجة بالشكل ده مش يوقف يا جماعة يقولوا والله هنا عندنا بطولة وعندنا نادي كبير لأن نادي الأهلي مشاركه وعنده العيبة برضو موجودة في المنتخبات وكده وإزاي بطولتين يحصل بينكم في البطولة قرية وبطولة فيها هانديها يعني تفتكر يعني يعني ده عدل إنه الساب الأمر يوصل لأزمة حقيقية نادي الأهلي ده بمثل أفريقيا بمثل مصر صحب ألا مظبوط طيب يا أخي دفع عنه مش معقولة يعني يعني يجي حط جدول يخلي في 3-4 أيام ما يبدأ بعد 3-4 أيام دي سهلة جدا كانت نادي تشيلسي ده برضو كمان انتعارف هو اللي حيمثل الأوروبا حيمثل يعني القرى الأوروبية الاتحاد الأوروبي وإنه عنده مشاعة تلاعب على طول بعد يعني يعني مش عادة أتكلم أقول إنه يعني في فيبر هنا وان فيش فيبر هنا طيب ما نادي الأهلي برضو مصر الأفريق ده مصر الأوروبا ليه تحط الفترة بتاعة الوباريات دي عشان تتماشى مع كلش ما تتماشاش مع نادي الأهلي على فكرة خليه كنتوا ايه الحكم بيني وبين الأستاذ إبراهيم ما قاله شط ولا أنا بقوله إن الكاف هو السبب إن الكاف كان يستطيع إن يضغط في لحظة ما المعيد دي حتؤثر على نادي يتحرم من 11 أو 12 لعب منهم أربعة في أو خمسة في اتحادات متنوعة متنوعة ما نقدرش نبني كل حلولنا إن يا رب ما يكسب نطلع الدورة الأولمبية يا رب ما يكسب نطلع نروح كاس العالم الأندية يا رب ما يكسب ويطلع السيد أحمد ما كان يقول قال كده مع السيد أحمد موسى ها خروج الأهل يحللنا المشكلة يعني هل إحنا بنشارك في المطلعات عشان نخسر عشان نحل مشاكل ولا عشان نسعى إلى الفوز ونسعى إلى تحقيق أفضل المراكز لكن مسألة تشيلسي هي مش عنصرية أوي على قد ما هي مسألة ليه علاقة بالرعاة صدقوني الرعاة يا جماعة ما يقدرش يعني وعمل حسابه إن فريق من أوروبا يكسبني قد كده فريق من أمريكا اللاتينية كسبني قد كده ثم أفريقيا ثم الإقينوس أو آسيا ثم الإقينوس يعني حاجة ليه علاقة بهذا بإن الرعاة الحوة الإعلانية والبس ممثل القرات كل واحد له وزن وزن اقتصادي فهي المسألة كده مش هيقدر يضح أبدا ببطل أوروبا هيبقى الأولوي عنده من ناحية وانت فاكر كابتن أبو تريكا ما قالونا دا كيسي بالتالت نزيلنا الملعب ندهو على رونالدين رونالدين هو قالو مش معقول لبرشلونا ما خدش البطولة ورونالدين ما ياخدش الجاي زي صلاح مبارح يعني صلاح يجي السابع ازاي رعاة هو بيرد عليهم في الملعب كويس الحمد لله فهي المسألة مسألة الرعاة اللي بيحكموا القرارات على مستوى الكرة المحلية والعالمية فإنه تمنى يتحل الموضوع دا وانا الحقيقة مش شايف لا حل غير حد يأخر يتاني يقدم ما لقاش حل تاني طب مين اللي يقدم ومين اللي اخر ما اللي يقدم او ياخر كان هنا وما حدش قال له حاجة زي ما قال الكابتن شوبيان في سابقة غريبة جدا على العالم أجمع راح اتحاد الدولي حتطلنا كاس العالم للأندية في وسط كاس الأمم الأفريقية فانت بتتكلم على الأقل في سبعة إلى تمانية لعيبة أعمدة النادي الأهلي طيب الأولوية المين دائما وابدا لمنتخب البلد قصة محسومة مش هنتكلم فيها ما هو المطلوب الاتحاد الدولي كان موجود كله في مصر من يومين هو محدش ابن حلال من عندنا من مصر ما قالوش يا مستر انفنتينو ده هيتعرض ولا فيه قرار بالتأجيل وإحنا مش عارفين حد المصري هنا دور مساند مؤيد لابد أن يكون اتحادا قويا أتمنى الاتحاد المصري ورجال مصر اللي موجودين في الفيفا واللي موجودين في الكاف يتحركوننا شوية لأنه احنا مش هلون بقى النادي الأهلي فيما لو ذهب من غير معظم لعبيه هنقول ايه يعني والله كابتن شبير احنا كمان بنتمنى معك شوف حجم شوفوا جماعة حجم الأسئلة البديهية الصغيرة اللي واضحة اللي هي بتشير إلى في حالة عدم طلاق إجابات عليها إلى أمر غامض نقعد نقول يا ترى ايه اللي ورا الخصة دي طيب كابتن شبير كابتن النادي الأهلي والكابتن شطة كابتن النادي الأهلي ومن الطبيعي إن الاتنين يدفع عن وجهة نظر الأهلي طيب كابتن أحمد حسان ميدو يدفع عن مين نشوف إقامة كاس العام لأنديها تزامنا مع كاس الأمم الأفريقية فيه عدم احترام من الاتحاد الدولي للقرى الأفريقية هل يستطيع الاتحاد الدولي إقامة البطولة في نفس توقيت بطولة كاس الأمم الأوروبية أو في نفس توقيت كوبا أمريكا بالطبع لا لا يمكن لا يمكن إن الاتحاد الدولي يجرؤ حتى بالهم بالهم بعدوا عملوا التاريخ اللي هو الموجود ده وبعدوا عن مطشاط التشامبيمز ليج اللي هي بطولة بطولة أبطال الدوري عشان ما فيش كعيبة تغيب بتاعة نادي تشيلسي نادي تشيلسي ما حصلوش حاجة بطولة أفريقيا أبطال الدوري لكن أنا بقول وبأكد إن نازم الاتحاد المصري وعضو المكتب التنفيذي المعام ساني بوريدا اللي موجود اللي مفروض بيمثل مصر والمفروض إنه هو بيمثل الاتحاد الأفريقي إنه هو يحافظ على حقوق النادي الأهلي النهاردة النادي الأهلي ليه حق عند الاتحاد المصري قرط القدم إزاي إن النهاردة مواعيد وتواريخ البطولة دي تتعامل بالشكل ده والمتضرر الوحيد من الموضوع ده هو النادي الأهلي طب فين ممثل أفريقيا ده فين حقوقه وهل تقدروا تعملوا كده مع ممثل أوروبا هل تقدروا تعملوا كده مع ممثل الأمريكا الجنوبية